كيف قد عالجت معالي؟ كسا ناصري تأخذ الجانب الإيجابي المشرق من وزارة من تجيل العقارة هقول لك كيف قد تغيرتلي من الواقع؟ كيف قد استرجعتني الأراضي مستولى عليها؟ كيف قد اكتشفت تزوير لمنازل وحصوص حتى مواضيع تبديل السنة؟ شو في ست سحر لما أقول استرجعنا هذه الأراضي الكبيرة في أنبار ولما نقول استرجعنا هذه الأراضي الكبيرة في سامراء وفي الموصل الآن بصدد معالجتها أيضا واليوم أو بارحة كتبنا بها المزلس الوزراء لغرض إصدار قرارات بهذا الخصوص ولما نقول سيطرنا على عملية نقل أو تزوير أملاك المسيحيين لأن النواب المسيحيين وكذلك المسؤولين على تواصل دائم مستمر معي لو يشوفون خرق في أي مكان يتم الاتصال بهم يتصلون بهم مباشرة ومباشرة أتخذ إجراءات قانونية واتخذنا جملة من الإجراءات في الإصلاحات التي ننسوها في مجال تزيل العقاري أولا لاحظنا أن التزوير لأملاك المسيحيين يحصل من خلال وكالات المزورة التي تصدر في الخارج أو في داخل العراق لذلك اعتمدنا الآن نظام الوثائق المؤمنة QR وربط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء منظمة أور فهذا أنت لما تسوي وكالة فقط من خلال موبايلك تخلي الموبايل على الكود اللي موجود خلف الوكالة يبين هذا الوكالة صحيحة أو مغير صحيحة هذا أحد منافذ التزيير إحنا قدرنا نسيطر عليه القضية الأخرى في القضايا المتعلقة بأملاك العراقين الموجودين في الخارج وفي مقدمتهم المسيحيين تم ربط دائرة التزيير العقاري بنظام آيكاس اللي هي مع وزارة الخارجية وبذلك قللنا من مدة إنجاز المعاملة من 3 شهر إلى 48 ساعة ومع وثائق مؤمنة تمنع التزوير على هذه الأملاك ثالثا قلنا بعد ماكو أي واحد يجي ويدعي بأنه وكيل لمواطن مسيحي موجود في الخارج لابد أن يكون الوكالة على الأقل لأحد أقاربه إلى المرتبة الرابعة حتى نعرف بأنه هو صحيح وكال ما معقولة واحد قاعد في أمريكا واحد يجي في أحد الأحياء في بغداد يقول أو واحد المعاقبين يقول أنا وكيل لهذا المسيحي يقوم ببيع داري لذلك من خلال هذه الإجراءات اللي سوينا أستطعنا لحد من التزوير أنا أقول أي حالة نكشفها نتخذ إجراءات قانونية بحقها وأيضا إجراءات مصارمة بدأت تلعب دور كبير في حد من ظاهرة التزوير لكن الحل الجذري في قضية تسجيل العقاري ومكافحة الفساد في هذا الملف تكمن في أتمتة معاملات التصرفات العقارية قبل أن نوصل للأتمتة والسرعة لحد هذا اليوم أو لحد أمس وممكن حضرتك تقول أني أريد شكاوى بالاسم لكن أنا أمام شاشة لأني ما أقدر أنطيك بالاسم لكن توصلنا مناشدات نقدر نسميها أنه هناك عمليات تعطيل بالإجراءات الموظف الفلاني شمر المراج للدائرة عمليات تعطيل هذه عمليات تعطيل إشان هنخلص منها إشان رح تمتجاوزها بالآخر أغلب عمليات التعطيل وعمليات خلي نقول التعقيدات اللي دي يسووها سببها محاولة لالابتزاس لذلك ستسحر سبدينا في بغداد بوضع كاميرات في كل الغرف الدوائر التزليل العقاري وكذلك في الأقسام السجنية حتى تكون محل الرقابة بحيث يمنع الموظف من محاولة ابتزاز المواطن وقيام بأعمال غير مشروعة في دوائر التزليل العقاري وعمليات تعطيلهم إضافة إلى تلاعب بسجلات ستسحر سبدينا إجراء آخر إصلاحي لاحظت السجلات اللي موجودة في مقر العام في مديرية العامة للتزليل العقاري الذي لا يسمح حتى للوزير بالدخول فيها بشكل مستقل منفرد لابد أن يكون الدخول إليها من خلال لجنة هذه اللي لاحظت أكو تلاعب حاصل حتى على هذه السجلات قصدك ضبارة انظام مثلا الضبارة اللي دي يصير بي تزيير فيه مثلا في أحد أحياء في بغداد لابد أن لاستكمال التزيير حتى يصير التطابق أن يتم التعامل بداخل المديرية العامة يعني نحن عدنا سزل الثواني في مديرية العامة فيبدو هناك متنفذين وصلوا إلى هناك أيضا اشتركوا في القناة